إذاعة دولة الكويت تقدم الناقد الناقد برنامج يحمل ملفات كثيرة وعديدة وزاخمة ملفات متضخمة مخيفة خطيرة ملفات تحمل الكثير من الكلام والتساؤلات كلام لم يقال وتساؤلات لم تسمع جئنا اليوم لنخرجها من القمقم ونسلط عليها الضوء حتى تكون تحت العين والبصر علنا نستطيع أن ننقذ شيئا من جملة الأشياء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر برنامج الناقد أعداد وتقديم مية العيدان أخراج فراس آل بن علي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مرحبا بكم أعزائنا المستمعين في كل مكان وأينما كنتم معنا بحلقة جديدة وبلقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي الناقد والذي نصحبكم من خلاله بكل حلقة برحلة عبر الأثير عبر قضية من القضايا الفنية أو الثقافية التي نأخذ بمناقشتها مع ذوي الإختصاص بجدلية تامة إلى أن نصل إلى إقناعه أو إقناعنا بطرق العلاج الواجب للقضية ومن خلال هذه الرحلة الجدلية والتي تمتد لمدة ساعة من الزمن مع ذوي الإختصاص قد نختلف وقد نتفق وقد نعترض ونؤيد وكل هذا من أجل مصلحة القضية الفنية المطروحة وحتى لا يدركنا الوقت كونوا معنا معنا كلمة كاريكاتير هو فن يعتمد على رسوم تبالغ في تحريف الملامح الطبيعية أو خصائص ومميزات أو عيوب شخص أو حيوان أو جسم ما وغالبا ما يكون التحريف في الملامح الرئيسية للشخص أو يتم الاستعاضة عن الملامح بأشكال الحيوانات أو الطيور أو عقد مقارنة بأفعال الحيوانات والكاريكاتير اسم مشتق من كلمة إيطالية معناها يبالغ أو المبالغة وأول من استخدمها سنة 1646 في القرن السابع عشر ومنذ ذلك العهد حتى الآن وفن الكاريكاتير يحيى من بين فنون الرسم جميعا فهو الفن أو الرسم الذي يعبر عن كل المشاكل اليومية سواء من اجتماعية واقتصادية أو مرورية أو سياسية ومنذ سنوات طويلة بدأ العرب بمشاركة العالم بأسره بهذا النوع من الرسم وفن الكاريكاتير حتى انتقل من بلد إلى آخر منها لبنان ومصر ومن ثم الخليج العربي والوطن العربي ونحن بالكويت بات لدينا نجوما بهذا الرسم الذي انصح التعبير يحمل الابتسامة ولكن بخفاياه مواضيع ذاته شجون وعلى رأس النجوم مثل الفنان عبد السلام مقبول ومحمد ثلاب وعادل القلاف وحمد العجيل وبدر بن غيث وهذا إلى جانب نجوم عرب مثل ناجل علي وحجازي ومصطفى حسين وعمال حجاج وأسامة كثيرة ولكن لنحاول أن نتوقف قليلا لدى أو عند هذا الفن الخاص والذي كثيرا ما نتوقف أمام صفحاته بالمجلات والجرائد أو مواقع الانترنت ما هو هذا الفن؟ ولماذا نختاره دون غيره من فن الرسم؟ هل هو فن اللحظة والقضية والشجون؟ أم أنه فن الحاضر فقط ولا يمكن أن يصنع له تاريخ تمتد جذوره بين كل زمن ويمد جذوره الماضي بالحاضر والمستقبل؟ هل هو فن رسم النكتة أو الضحكة فقط؟ أم أنه فن الهدف والمضمون؟ هل هو فن لسعة أو لدغ الضحكة ذات الابتسام المريرة التي تستعرض قضايانا اليومية أو الاقتصادية أو السياسية؟ وغيرها من كم القضايا؟ الكثير من الأسئلة نحاول أن نطرحها حول هذا الفن وهو فن الكريكتير من خلال هذه الحلقة من الناقض وكونوا معنا اليوم ونحن نقلب موضوع فن الكريكتير بالناقض نستضيف معنا فنان يعتبر واحد من نجوم فن الكريكتير المعاصر بالكويت وبالخليج العربي فنان صاحب قلم وريشة مميزة ونظرة فريدة خاص هو الفنان الكريكتيري عادل القلاف يا هلا فيك عادل معنا في الناقض والله يسلمش مشكورين على الاسضافة الحلوة هذه استاعد والله يسلمش أول شي يعني عشان دفع ما ياخذنا الوقت ونتحجه ويضيعنا على فن الكريكتير أول شي لو قررت كعادل القلاف إنا تعرف لنا فن الكريكتير بالنسبة لك أنت من خلال مفهومه مو المفهوم العام اللي يعرف المجتمع أو الناس أو المتلقين بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لي الكريكتير هو سلاح سلاح يقتل بس بدون دم أو يجرح بدون دم هو سلاح ذو حدين سلاح ذو حدين طبعا وهي رسالة أقوى رسالة ممكن تكون موجودة في هذا العالم لأنه ممكن هذه الرسالة توصل في أي مكان أنا أبي توصل له من غير تصريح من غير جواز من غير هذا هو فن الكريكتير وهو أقوى شي موجود أو أقوى رسالة مثل ما قلت نزين أنا أو شي بعرف يعني يمكن الجمهور ما يعرف أو في منهم طبعا أكيد يعرفونك بس نحن نقول حق اللي ما يعرف بالنسبة حق عادل القلاف شون أنت أو شي خذيت فن الكريكتير هواية يعني أو أنه درسته بالنسبة لي كانت بدايتي مو كريكتير كانت عبارة أنه رسم كان عادي كنت أحب الرسم بورتري بشكل عام أحب أني أرسم يعني هذا طبعا الكلام من صغري يعني أحب أن أرسم أسوي شغلات يديدة أساساً مو موجودة أخترأ أبتكر شغلات الصدفة صارت أن الوالدة اقترحت علي أشارك في مسابقة في واحدة من الجرائد كانت مسابقة كريكتير كانت أجريدة كانت بجريدة الوطن في صخحت مساحة للجميع فقلت يلا ليش ما أجرب حظي وانكت أساساً أسوي شغلات يعني أبتكر شغلات فقلت أطورها إلى كاركتير فقمت أشوف شنو الكاركتير معني أنا على الفكرة كنت قابلها أحب أتابع اللي هو الفنان السادنا عبد الرضا كمال كنت أتابع من 92 من صغري كنت أتابع أتابع رسوماته وجداً أحب أني أتابع رسوماته فهذه يمكن أعطتني شوية فكرة شنو هو الكاركتير ومشون أرسم كاركتير جربت السافة الكاركتير وايد حبيتها لأن من أول رسمة شفت قاميني كلام إنتقاد اهتمام الأهل اهتموا فخلاني من ذاك اليوم أستمر في أني أظل أرسم كاركتير لأنني حبيتها وحسيت أنه هو اللي أنا يعني شيء اللي أنا أبي مزمال حلو بس يقولك أنه يحتاج إلى خف الدم بعد إلى جانب الريشة والرسم طبعاً هي مو بس قضية خف الدم يحتاج رسام أنه شلون أنا أخلي الناس تتقبل هذا يعني ممكن واحد يرسم رسمها بس تكون سجيلة طينة يعني أنا حتى كارسامك كثير ما أحبه لكن لازم يكون شوية الفنان شوية ذكي إن شون الناس تتقبل وطبعاً الفنانين أنواع في منهم خفيف دم في منهم ناقد يعني بشدة وفي منهم يعني مثل ممثل نفس الممثل وفي ناس تتقبل منه وفي ناس تتقبل منه وفي ناس تتقبل الناس من أجبها للأسف يعني ليش تقول شدي تعرض لظهر الهجوب والله أنا بالنسبة لي طبعاً جربت رسمت مثلاً خنا أقول بالاقتصاد بالسياسة بالاجتماع في بعض الأحيان مثلاً أرسم رسمة سياسية كمثال في أي مكان يعني أي جهة أي شي في ناس تتقبل وفي ناس تعارضني ولو أرسم رسمة ثانية اللي تقبلها تمكن تعارض ومعنات أن الناس يعني ما يعجبها العجب الدور على إرضاء الناس والله بكاركتير صعب أن يدور على إرضاء الناس يعني أنا بالنسبة لي أحاول بقدر مستطعني ما أحبز على أحد يمكن أنا حتى رسماتي أحاول أن تكون رسماتي خفيفة والكل يتقبلها ولكن هذه شغلة صعبة جداً يعني مثلاً أنا درسمت بالمواضع الاجتماعية عن الموضة مثلاً على فرض مثلاً انتقلت كمثال خاناً أقول مثلاً من الظواهر طلعت أكو أشكال بالحجاب شغلات معينة جديدة فاللي مثلاً يسوي هذا الشغلة أو تسوي هذه الشغلة تقول لي أنا أنت مثلاً الشغلة هذه غلط وتنتقدني وبنفس الوقت في بنات أو مثلاً محجبات أو غير محجبات تقول لي لا تمام زي نسوي نبي بعد فعشان شذي ما راح أقدر أرضي يعني جميع للضع زي بس ما قلت لأنت لما اشتركت في جريدات الوطن ونت صغير يعني المسابقة فزت والله لا أذكر أني ما فزت ما فزت بس حسيت بس حبيت أني شارك ظلت استمر طبعاً حركت فيك شيء ظلت حتى أرسم فيها اللي هي صفحة مساحة الجميع ظلت فترة أرسم ومن بعدها ظلت أرسم كاركتير يمكن من الفين واثنين بلشت أحط الكاركتيرات في النت بس شذي يعني من غير أي شيء بالإنترنت لغاية 2007 لرسمت في جريدة سياسة وقبلها في مجالات الديرة أول كنت تنزل يقولك في يقولك تسويت مرة كاركتير يا من الحيالة أو شيء من القبيل زعل عبدالحسن عبدالرضو لا والله ما أذكرني سويت عن الحيالة عن الحيالة والله اللي بين بينش من كثير الرسمات اللي يرسمهم أنت سويت كان كاركتير واحد بس عن كل أعمال رمضان كان من ظلهم أي هذا اللي كان فيه النفيسي اللي يرحمه ماسك في في بشت عبدالحسن هو يقوله بتضحكون غصب لا هذي أنا على فكرة هذي الشغلة في ناس واحد الضيع ما بيني وبين رسم في واحد اسمه مادئن الفين آآ فنان يرسم كويتي أعتقد كويتي كانوا شبهون فيه لأنه آآ هو يمكن أول واحد بلش فيه رسم الكمبيوتر على جهزة الكمبيوتر على جهزة الكمبيوتر نفس الشيء هو يعني يرسم فألوان الكمبيوتر تقريباً واحدة ولكن الأساليب مختلفة فكانوا لشأن الألوان تقريباً واحدة فكانوا يعتقدون أن أنا يرسم الشخصيات هذي يعني هو فنان ما شاء الله ولكن لأسف الحاليين مو موجود مو موجود للأسف يختفى لأسف يختفى لأنه كثيراً لأنك استمرت النقد جداً كان عنده يعني قوي شكراً هو يقولون زعل عبدالحسين من هذا الكريكتير إنه ما قاله رح تفحكم الغصب هالسنة والنفيس يقوله بروحه غادير هو على حسب الفنان وشطارته شلون يخلي الناس تتغبل بس هم يعني في ناس الأمانة ما تغبل حتى لو كان النقد يعني وإحنا عندنا هني ما شاء الله النفوس مشحونة يعني انت تعرف تناقش لما يلك عادل شخص انت انتقدته في كريكتير يقولك لا السال فموت شدي أنا بالنسبة لي حتى في مواضعي سياسية على فراظ أو حتى أي موضوع مثلاً ممكن أي شخص يفهم غلط فأنا أي شخص ياني وعيد يعني أشخاص يوني أقول لي يا إن أنا يعني معلومتي تكون صح يا أنت معلومتك تكون صح انت علمني شنو إذا أنا غلطان انت علمني وأنا ما عندي مشكلة بالعكس ممكن إذا أنا غلطان المرايايا أصل لحها هل لديك ملكة الإقناع؟ أه والله وايد الناس إقناع ملكة يعني بوجهة نظرك نعم وايد الناس مثلاً كانوا ينتقدوني يقولوا لي أنت تسوي كذا 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 ما يعني ما يحضرني موضوع ما يعني الحين ناقشت أنه لا كذا 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 قال لي والله صح معك حق أنا معك الحين يعني وايد وايد يعني من 2002 إلى 2002 إلى اليوم حتى على صرفة الموضع أو في الموضع السياسية هي بالنهاية سواء بالرسمة أو بالكلام هي شلون الواحد يعرف يخلي الناس يا تقتنع يا على الأقل ترضى يعني ما تكون زعلانة حلو من 2002 أنا بلشت بالإنترنت قبلها كنت ترسم شديد كنت ترسم شديد يعني يبيني بالنترنت من 2002 من 2002 إلى اليوم يعني نقول يا 11 سنة ما شاء الله ما شاء الله طريج ما رفع لك ولا قضية والله إن بلد رفعت علي قضية من أحد النواب في مرة رسمه في جلدة سياسة ما أدري بالضبط ما كانت الغضية وبينتش ما اعتميت الغضية يعني هما تكفلوا في رحتني أطل لا لا ما رحت بس إن المحامي هو تكفل في كل شيء وأنا ما رحت يعني هذا كانت الشغلة الوحيدة إذا زعلتك؟ بالعكس ما زعلتني كنت أتمنى الشخص نفسه أشوفه حساسة بييدة شنو انت نظري ولكن ما صار حتى لو يستمر في القضية حتى لو يستمر في القضية يعني على الأقل إنه يعرف شنو كانت كان السبب يعني ولكن ما صادفتها أو شفتها ولو شفتها راح أقول لي يعني كذا كذا حتى لو كانت الغضية لا يعني أوكي يعني إذا كانت لصادها أي لأنه بالنهاية يعني على قاطم كلنا رايحين ولازم يعرف شنو اللي كان يعني كان القصد أو ليش هو فهمها غلط ثاني شي هو اختلاف فكري يعني طبعا يعني أنا أعطيت شغلة مثلا من الشغلات اللي تصير لي يعني وايد ناس مثلا يعني أنا دايماً أشبه الفساد باللون الأخضر ما معنى الأخضر؟ العثن؟ تقريباً أي العثن أو شغلة يعني مو بسانة يمكن لصادها حتى رسموا تحركة معروف الفساد باللون الأخضر يعني فأنا عادة أن أشبه باللون الأخضر ففي ناس عندي مثلاً مرة بتويتر شي بصدفة قاعدة طالع فقالوا إن هذا القلاف ينتغد دولة خليجية دولة خليجية عشان الأخضر عشان اللون الأخضر فكتشفتوا إن الناس تشوف الزاوية التي تعجبها أي الجهل لا يمشكلة حتى لو تفهمينها لا يوجد فائدة لا يوجد ثقافة باللون لا يوجد ثقافة هذا مستلتك أدنوا إياه فلو رسمة رسمتين أو ثلاثة ما راح توصل لك ثلاثة لا يسوي لك منع يمعود في الدولة هذي لا طبعاً لأنه من الجمهور في ناس ما يوحي هذا الشغلة ولكن لا بالعكس أنت لما تكلمين عن ناس مثل ثقافة ففاهمين وعارفين ويردون علي على الفكرة أنا ما أريد أحد هم الناس تردع لبعض لأنه في ناس فاهمة يعني الحمد لله أنا ما أشوف في ناس فاهمة أقول الحمد لله رب العالمين أنه لا تمام يعني شغلي مضبوط إنه في أمل ولكن يطلع لك يعني دائماً في ماشرين سحارة الطماط ممكن لا يكون تمام لازم في واحدة خائصة مرات يكون من فوق تمام بس من تحت وائد فأنا هذا اللي يقصير معي يعني ما عندي مشكلة وبالأكس أنا ترى ناس أحب الناس أحب الناس أحب الناس طبعاً استفيد منه أما يعني حالياً أكو ناس للأسف يعني وصلنا لثقافة إن كل واحد يدش باسم مو اسمه ويسب يبدأ يسب أنا شون أرد عليه أقول لها ما يخالف سبني بس دش باسمك الحقيقي أساس أنا أعرفك وأنت تتحرفين أنا أنا قاعد أكلمك باسم الحقيقي طوي خاف من المقاضات فللأسف يعني بس يمكن لو دش باسم الحقيقي ما قدر سوي هذا الشيء إي بس هو جمال انت تمتلك الشجاعة هذا اللي صاير معنا انت تمتلك الشجاعة لأنه انت قاعد ترسم حاط نفسك تحت الضوء وقاعد تكتب وقاعد تنتقد وقاعد تقول وجهة نظرك بعكس ما هو يعني مجرد نكنيم عايم صحي مثل اللي متلسم وقاعد تكلم وياتش طبعاً في شغلة يقولك فن رسم الكريكتير دايماً ما يحمل فكرة واحدة عند المتلقي اللي يتلقى هذا الفن هو انه فن الدعابة او النكتة الهزرية او الساخرة يعني هو نكتة بشكل رسمة انت ش رايك فالفكرة انه مأخذة عن فن الكريكتير يلا خل نفتحنا منك عن نضحك هو بالنسبة حق الكريكتير طبعاً الفكرة الأساسية من فن الكريكتير هي اللي هي انه لازم اضحك وهي انا اشوفها احياناً تكون عكس هذا الشيء احياناً تكون رسمة اصلاً انت بيتشي ما تضحك نفس ناجل علي نفس ناجل علي نفس ناجل علي ما فيها اي يعني اخي نقول هو يعني رسم رسمي ولكن يعتبر كريكتير طبعاً ناقد بشدة وندي نوايد رسامي الكريكتير ناقدين بشدة رسمتها ما تضحك ولا تقدرين تضحكين اصلاً بالعكس تحبين فالكاركتير انا شوف من وجهة نظري انه مختلف نفس الدراما في دراما في كوميدي في ميلو دراما في كوميدي في بلاك كوميدي ولكن الكريكتير اللي يكون في ضحك يوصل الرسالة اسرع انها يا فلان تعال شوف الرسمة هذي والله كذا كذا ولكن هي فيها شي ناقد جداً يعني بس يكون على شكل ضحك ان اللي حتى اللي تصير موجهة لي يضحك على فكرة يمكن ترى الاجانب انا لاحظت يعني يوم رحت امريكا شاب تسعى لو ترسمين عنا رسمة تمتغدين فيها يضحك ما يزعل حتى لوكان ممثل او شنو مكان يعني وزير وعلى فكرة او هو يعني انا هناك كلمت ناس يقول انا اقعد كل يوم الصبح حتى يقول يكلموني عنا رئيس الامريكي انه يوميا يشوف شنو الرسمة اللي رسمت عليه عشان سيعرف شنو هو اخطائه ايه هذا الصح و هذا الصح احنا عندنا مشكلة في صالفة التلقي و ثاني شي تعتقد شنو سبب انه هذي فكرة دشت في العالم انه داما هو في الكركتير هو في الضحكة والنكتة اعتقد ان ذو رسم لانه طبعا كلمة الكركتير هي المبالغة مصر يمكن عشان يمكن اهل النكتة اشتهروا في النوع من الكركتير تعتقد طبعا يمكن من اقدم رسم كركتير هو الفراعنة و شوفي مثلا رسماتهم اللي يرسمونها على الاطواف و شذي كلها اشكال غريبة و اشكال الضحك فهلا يعني كانوا ينتقدون مثلا حارب اي شيء انتقدون الرسمة مضحكة فاحنا وصلنا الحين ان لما انا ارسم مثلا كركتير حتى لو كان ناغد شكل الشخص يكون يعني واحد يشوفه يتقبله شكله مضحك شكله شديد فالظهر الناس عسان شديد شافت انهو فن النكتة لانه هي بالاول كانت نكتة اساسا هو بالاساس نكتة ولكن صار الحين عندنا الكركتير السياسي الكركتير الاجتماعي الكركتير الرياضي و فني و غيره فصارت انواع ما شاء الله يعني نزين ما تعتقد ان الصعب انك تختزل فكرة كاملة برسمة لازم انها توصل مثل الرسمة يعني غير المقال المقال ممكن انكتب عدم كم حرف في مجال ان احنا عاموت نص صفحة ربع صفحة صفحة لكن عندك الكتير رسمة لازم يوصل بالنسبة لي وجهة نظري الكركتير ممكن الكركتير واحد مو بس اعبر عن مقال اعبر عن جريدة كلها باللي فيها يعني الكركتير يغنيني عن الف سطر الفين سطر حتى لو كركتير من غير اي كلمة وهذي ميزة قوة الكركتير هي رسالة واضحة مثلا اغلب الفنانين الموجودين عندنا الفنانين الكبار ما يكتب ولا كلمة في كركتيراته ولكنها واصلة وبشدة وينتقد يعني مو شخص شخصين ثلاثة وبرسمة من غير كلام فانا شوف يعني من الغلط ان نقول ان الكركتير ما يعبر عن مقال بالعكس يعبر يعبر عن جريدة بس اصعب طبعا اصعب انا اذكر في رسم حق استاذنا عبدالسلام مقبول لما رسم مرة في الجريدة عن كنفات شيف زايد رسمها بالفحم والسختصر كتبته دمعي عليك نكتين زايد طبعا اوجه تحية لساد عبدالسلام مقبول هو استاذنا الكبير تعلمنا منه وكذلك ساد عبدالرضة كمال فعلا يعني هذا الحين المثال الرسمة اللي قاعدت تكلمين عنها ما فيها طبعا لا ضحك ولا فيها ولكنها رسمة معبرة وتظل مني الى الاجيال الياية كلها راح تعبر عن نفسها بها وكل يمكن موسم راح ياخدون الرسمة وكذلك ساد عبدالرضة وكذلك ساد عبدالرضة وكذلك ساد عبدالرضة كويت او في الوطن العربي فناني كركاتير بدايتي كنت اتابع ساد عبدالرضة كمال لانا بالنسبة لي كانت رسوماته موجودة تقريبا كل مكان يعني انا اتذكر في 92 موضوع الفار ايو كان موضوع الفار اي شالح كنت اروح اذكر ايامها 92 اروح احلق بحلاق موجود بالسالمية كنت استنس ان كان عندك كتاب ساد عبدالرضة كمال موجود فكان ما عندي مشكلة ان يطول وقعد اقلب فيه وطالع هذا يمكن وقت هانا بعدي ولكن كتحب الكتير عبدالرضة كمال لانه كان يمس المجتمع بشكل جميل جدا وما زال طبعا هو يرسم حاليا و بنفس سنوبه ونس طريقته ويظل استاذك كانت كم عمرك لما قد اشتريته الكتاب 92 والله كنت صغير صغير وائد يمكن انت كنت قاعد تتابعه يمكن قاعد تتلمس في اشياء داخلك بس يمكن كان كطفل قاعد طائعه كرسم وتحركه لانه قريبا الكتير قريبا من رسم وتحركه يعني حتى لما في واحد يدرس كاركتير ماهو كاركتير ولكن يدرس الرسم متحركه بأساسي عارف شون طريقة الحركة شون طريقة الحركات الموجودة في الرسمة شون اوصلها للناس فحتى هو اتوقع والله نسيت شنو تخصص الادرسة هو بامريكا كان في مجال الرسم متحركة شديد ايه في اعتبر فنان يعني جدا راغي وجميل يعني حلو ورسماته طبعا ما شاء الله متحركة هو ايه تتكلم واثر علينا بالفارس طبعا ما لك حسافة علي حسافة ايه حسافة علي وعلي الفارس صراحة لا هو موجود انا خدماته اه عموما انزين اه عادل تحس اه انه عموما الاعلام او اجهزة الميديا جميع اشكالها انصفت فن الكاركاتير بالمسبة لي انا هي تكون يمكن السبب الثاني في ان انا اه واصلت وظليت ارسم الكاركاتير في بداياتي اللي خلاني مثلا او خلنقول سهل علي وايد ان انا مثلا ما احتاج اطلع اروح اشتري جريدة مثلا اشان اشوفش قاعد يصير او اشوف الناس اللي قاعد يسوي والواحد قاعد ببيتهم يشوف يعني حتى بوقتها ما كان في شي اسمه تويتر او انستغرام او غير برامج ولكن كان في ايمايلات وفي قروبات فكنت اداز رسمي حقيب كن شخص واحد انا كنت اداز عن طريق القروبات اداز ايه شخص وكانوا يدزون بالقروبات وبعدين ياتين قروبات قالوا بديش معنا ودشيت في القروبات وقالوا استمر على فكرة الناس هي اللي خلقتين استمر يعني بالكاركتير لان حسوني ان هي مسؤولية ببداية كانت هواية بس كنت استانس اني ارسم بعدين شفت ان لا والله صارت مسؤولية ان الناس تيني تكفى يرسم عن موضوعي فلاني ارسم عن شذي ارسم عن شذي فحسيت ان لا اذا عندي انا شي اعطي الناس فلازم استمر فيه وضع اعطيهم لانهما يعني مثل ما تقولين قادر اعبر عن اللي فيهم فهذا الشي اللي يمكن من الشغلات اللي خلقتني استمر لانه بالنهاية ترى الرسام او الفنان ترى جمهورة يعني هما اللي القاعدة اللي تمسك فيها طبعا انت تحس ان الفن او الفن الكاركتير الميديا اجهزة الاعلام انصفته؟ اما ما يشغل بالنص انا بشوف الاجهزة الاعلام طبعا بالعكس يعني هي اللي الحاليا عطت القوة يعني حتى بالانتشار شون؟ يعني الحين الكاركتير ما يحتاج ان واحد ينطر يوم ثاني عشان يقرل الجريدة او يشوف شون اللي موجود لا يشوف على طول موجود بس قليل مثلا ما تلاقى مثلا ببرنامج تلفزيوني قاعد الصبح يحطون يختارون بالنسبة على تلفزيونات يمكن فيها بس التلفزيونات الخاصة مبله اشوف انا تابع في برامج تحط ترسم الكاركتير او الله شوف تلفزيون الكويت مرات في بعضه ايه يمكنوا ال MBC يحرصون على هذا الجزء؟ ولكن مو بشكل يعني ما اعطوه حقه صراحة يعني كفاية المفروض انا بالنسبة لي طبعا نوجة نظاري ان المفروض بعد النشيد الوطني و القراءة و القراءة يمنشد الوطني المفروض يحطون الكاركتير اليومي اللي قاعد يصير لان الكاركتير اليومي هو اللي قاعد يحبر عن شنو قاعد يصير سواء الاجتماعية او السياسية او غيرها بعدين يبرشون ببرامجهم هذا اللي انا شوفه صراحة لانا ما قاطعش ان الجرائد يعني مثلا لو تلاقي واحد يمسك الجريدة اول شي يشوف الكاركتير يمكن ما يقرأ الجريدة يمكن ما يقرأ الجريدة اول كنا ناجل علي كان يكتب في القبس كنا نقلب الجريدة معنا كنا يا هال راحين بس كنا نطالع الكاركتير الدموي اللي كان يعبر فيه طبعا انا بالنسبة لي الخاص في الكويت مثلا نحن حاليا في الكويت ويمكن ما شاء الله عندنا عدد من الفنانين يرسمون بالكويت وما يرسمون الا حبهم في الكويت وينتغدون الفساد ينتغدون السلبيات الموجودة فاذا انا كل يوم اعرض الكاركتير وحسس الناس بقيمته شي والله وايد حلو معنا والله في دول خليجية يعني احنا عندنا مثلا وايد دول الكاركتير عندهم شي وائد وايد مهم يعني تلاقينا الناس تهتم ان شنو اليوم رسمة الفنان فلاني ولكن عندنا ما ادل ليش في الناس ما يعني شوية فيه اهتمام ولكن مو مثل باج الدول لكن فيه عندك مثلا رجب عندك 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 محمد تلاب عندك فيه ناس قاعد تحرص عليهم طبعا عادل لما انت بلشت عن طريق الانترنت تنزل او انه كترسم بعدين قررت انه تنزل ما تحس ان الحين حريتك لما صرت في جريدة او في المطبوعة صرت نظرتك او تعاملك مع الكاركتير مختلف ان ما كنت في البداية كتكثر حرية يمكن مو عارف يمكن ذاك لوتك ما في حتى قانون حق الانترنت فكان شي مباحك شي مستباح كل شي ممكن تطرحه اليوم انت قاعد تكتب في السياسة او في اي جريدة ثانية تحت قانون المرئي المسموط بالنسبة لي طبعا مثل ما انا 2002 الى اليوم في الانترنت لان الرسومات الاجتماعية مو اهي نفسها الموجودة في جريدة سياسة جريدة سياسة ارسم في السياسة المحلية ما ارسم في المشاكل الاجتماعية او الرياضة موجودة بالانترنت من 2002 الى اليوم ما قطعته ونفس البلوغ ونفس الموقع مثل ما اظهر ولكن السياسة يمكن انا ما اقول ان ما عندي حرية بالعكس يعني انا من بلشت بالسياسة ولا مرة يعني نقال لي والله ارسم في موضوع معين ولكن طبعا اكيد في هناك حدود او خطوط حمرة ان لكل جريدة طبعا لها مفهومها ولها قوانينها انه لا ترسم مثلا بشغلة معي طبعا لا يقول لي ما ترسم يقول لي انا ما اقدر اعرض الرسمة هذه اي اي فهل اتعب نفسك ارسمها ان انا مرحب لا ممكن انا اكون رسمتها خلص وصارت ويا في بداياتي يمكن ان ما كنت عارف شنو سياسة الجريدة بس الحين لا ما عندي مشكلة ويوميا طبعا انا ارسم لي انا اجوفة وجهة نظري وبالعكس ما عطيني كامل حريتي والله ما عندهم اي مشكلة ولكن في موضوع اللي هي السياسة المحلية اني ما اطلع من اطار انا بالنسبة لي ما حب اطلع من اطار السياسة المحلية السياسة المحلية اوكي انت تكتب بس بخصوص الاجتماعي او السياسي الكويتي او اني تفتح على مجال الخليجي والله احيانا بلا ارسم في مواضيع خليجية او عربية او حتى عالمية وغالبا ما تكون الناس تطلب مني يقول لي ارسم عن الشغلة الفلانية سوريا ارسمت والله لا السياسة حاليا شوية بايد عنها لاني مشغول شوية بايد شغلات فالسياسة المشكلتها هذا السياسة لان فيها اعداء وايد ما اقدر ارضي اطراف و بالظاتل هذه الشغلات اللى فيها يعني الناس مشحونة انا احاول مشهو الله عام صراحة. معنى معنى ما شاء الله يعني من دشيت في اطرف يعني ما حطوك من شهر اللقاء في جريدة اسرائيلية يعني انت دشيت طرف والحين. طبعا هذا القصة. الحوار مفبرك. طبعا صارت تشاعش. سوها ان انا موجود في اسرائيل. للأسف ان هذا طبعا هذا انا اتكلم عن هذا ما يقول سلام الفاسد هذا هو. كانت القصة هي مو عبارة اللقاء. ايمايل وصلني ان انا بسوي معك اللقاء وانا ما ادري حتى هذا الشخص من وصل. يعني لان كانت تيني قبلها اللقاءات وايد مجلات وجرائل تيني عن طريق الايميل وقول لحاضر واجاوب على. معنى خطر ترا هذكرة. اه والله انا حين حسيته في خطورته. خطورته اي طبعا ما تدري شخص مجهول. معنى الاسئلة تكون عادية يعني حتى اللقاء اللقاء اللي صار معاي بالنسبة خصوص اللي قررتهم ودوني اسرائيل فيه ان كانت سالة عادية. شنو هواياتك شنو بنسبة حق الربيع العربي وهذه الغضايا والامور عادية يعني وجاوبت عليها ودزيت لها بعدين قال لي اه رد لي بايميل انك ما تعرف شنو هي هذي يا دعوتة او ما دوي ايش جريدة. احكا لا والله ما اعرفها يعني. وبعدين بعد ما انتشر لغاء دزل ايميل قال لي انه هي جريدة اسرائيلية فالناس اللي كلموني قالوا لي شون ما تحرفكم هي مشورة عندهم وعندي انا انا ما اتابعهم. اوكي هي هي اسرائيلية ناطقة بالعربية. ناطقة بالعربية يعني ولكن انا ما اهتميت حتى يوم الاسم لديزليات ووقعت اني يعني عرفت ان انتي متديات بالانترنت وايد واسمها وايد. انا تبقعت اسمي دعوت هذا اسم كركتير وشغلة شذي يعني من الاسم ما كتعرف انه هو اسم. فهذا اللي صار ولكن للأسف هني بعض الجرائد طبعا ما مو جرائد رسمية جرائد الالكترونية اللي اكتبت ان عادل قلافي استضافة جريدة اسرائيلية وما ادري ايش ما انه ما اكتبت. جريدة اهرام مصرية بعد كلا. اهرام مصرية اكتبت ان ان جريدة اسرائيلية تدعي انها سوت معاي لغاء. ما اكتبت طبعا هنين اللي نقلوها. هو الحوار صحيح عن طريق الايميل. بس ما تدري انه. الحوار صحيح اي طبعا. ولكن الاسف هني مثلا بالكواتي ممكن والله الامانة اللي يتصل علي طبعا غير جريدة سياسة واللي انا قلت بجريدة سياسة. من بعدهم اتصل عليها جريدة النهار. وانشكرتهم انهما استفسروا وقالوا هم نستفسر شنو الموضوع. قلت لهم قلت كل الجرائد حتى الجرائد اللي هي بالانترنت ولكذا. انه يدقون علي رغمي موجود يعني مو صعب يدقون على السياسة عادل قلاف نبي نستفسر منه بشغله. وياخذون مني الموضوع. فجريدة النهار الوحيدة ترى اللي من بعد السياسة اللي دقت علي وحطيت الخبر الصحيح. اه قعتم تلك الامانة هذا صراحة انا احبته ولكن الاسف وايد جرائد عرفت انها يعني الامانة يعني شنو ما قدري شنو اوصفها. يمكن يقدر اوصفها برسمة ما قدر اوصفها تشيب الكلام. بس زعلت اياميها ضايقت. لا والله مو زعل ولكن كنت اتمنى ان يبلغ يعني يقولولي شنو الموضوع وارد عليهم ما عندي مشكلة موجودانا بالكويت. يمكن ظاهرهم وصدقوا اني باسرائيل. لنشتب اللي طوعوها وصدقوها. فعشان شيء ظاهر ما ديقو علي. بس هذا دليل انك كدرت تأثر في الاخرين. هذا يعني دايما انت تكون نتاج تأثر في اشخاص وانت دليل انك اثرت في اشخاص. دليل انه دوروك وانه قالوا بيسوون وياك اللقاء بعدين. قالوا ممكن انها هي جريدة اسرائيلية. هو الحمد لله رب العالمين ان الواحد يكون مؤثر طبعا هذه المسؤولية اللي نتكلم عنها. انه اذا اصرت مؤثر ممكن انا اصلح شيء على الاقل موجود في في المجتمع خنقول فساد او غيرها من موجود في المجتمع. بالنسبة حق الرسمة انا قاعد اتكلم عن الرسمة كانت موجودة في جلد سياسة من الفين وثمانية. شو بيحين احنا الفين وثلاثة عش. خبا تتكلموا عن هذا الرسمة. فعذا انا اتكلم من الفين وثمانية فشنو ناجل علي كان. وما زاد. لا اكيد. يعني الكركاتير. عايش. ما لا زمان ولا لمكان موجود على طول يعني. بس ما يقولون هو في اللحظة. المشكلة بوقتها. بعدين خلاص طاع الشيء قديم. الرسام نفسه. لا والله في رسومات اليوم وباتشر وعقب باتشر ما تنتهي. في رسومات فعلا اللحظة هي غالبا ما تكون رسومات سياسية الموجودة مثلا خنقول بالمحليات. كم مثال استجواب وزير معين او قضية اختلاص او غيرها. هذه صارت اليوم باتشر خلصت خلاص الرسمة راحة. ولكن في مشاكل ما تنتهي. يعني مثلا من رسومات الساد عبد الرضا كمال. علي فرزات. عبد السلام مغبول. عبد العجز آرت في رسومات. طبعا. وما زالت اليوم تنعرض. حتى رسومات تتذكرينها اللي موجودة في مجلة العربي وغيرها يعني. اي اكيد. ما زالت موجودة. ولما تقرينها بهذا الوقت يعني تقرينها. كانوا حتى يتوقعون شغلات موجودة في المستقبل. يمكن غالب التوارفة يقولونها في 2012 في 2016. وما زالت موجودة. ولكن تغير طبعا اللساليب تغيرت والناس تغيرت. طبعا كل شيء يتغير. انا اذكر بالتسعينات خصوصا بعد الغزو. انا زالت مصر شفت تجربة كهات جدا جميلة. جمعوا كل الرسومات الكركاتيرية اللي سووها عن الغزو. الغزو العراقي الكويت. فيها عن مقبور صدام حسين وهذه الامور. وهي في كتاب واحد كركاتيري سموه مهيب الركن. شيء ما فكرت انك تجمع مجموعة مقالات. سواء مو مقالات او تعتبر بالنسبة مقال بس بشكل كركاتيري. الرسومات مالتك في كتاب؟ بالنسبة لي طبعا انا بس في شغلة في نقطة بالنسبة انا وايد اختلف فيها بالشغلة. حتى قبل فترة لما تقلت الغزو العراقي. انا رقعت مع فنان عراقي قبل تشارف تسحة. فقلت له احنا يعني صدامي. ايه نقول صدامي ما نقول عراقي. انا هو يقول ليش تقولون في هذي كان يمتغضني ان ليش تقولون. قلت له احنا بالاكس يعني انتو اكيد بالنهاية اصابعكم موسوه يعني. كلكم ان شاء الله حبايبنا وكذا. ولكن اكيد في علاقة نسبة. ولكن هذه السياسة يعني. عموما بالنسبة اللي انا فكرت طبعا انا ما سويت وايد يقولوا لي يعني نبي منك ارشيفك نبي منك كذا. ولكن بعد ما فكرت شفت ان الارشيف موجود اساسا في الانترنت يعني. اي واحد يقدر ديش مثلا حاليا بالانستقرام وغيره. وانا قاعد اعيد من الارشيف وحط. لس اي هكر ممكن يأثر عليك. بس الكتاب مرح يأثر في هكر. بس انا فكرت لو بس سوي كتاب لازم يسوي شيء يديد. يعني الناس قاعد تابعني وشايف رزوماتي. اذا بس سوي كتاب لازم شيء يديد. يعني موضوع يديد فكرة يديدة لما الناس تاخذ الكتاب يشوف شغلة يديدة. انا هذا المؤخرا فكرت فيها. ولكن فكرة الكتاب والارشيف السنوي موجودة يعني. موجودة. ان المفروض اسوي كل سنة كتاب بيشمل جميع الرسومات الموجودة السياسية والاجتماعية. وطلبوا مني حتى مبرى الكويت هذه الشغلة. حلو. انتو كفنانين كلي كتير. تعرفون بعض الخليج اللي تقوم. سابقا طبعا لا. بالنسبة لي اول ما بلشت حتى اللي بالكويت ما عارفهم. حاليا. رست عارف الكبر. طبعا عارفهم مو شخصيا. ولكن عارفهم. طبعا الفنانين موجودين بالجرائد اكيد كلنا لكن انا عارفهم. لانا ما كان في غير الجرائد. يعني حتى الانترنت ما كان في رسومات. طبعا. حاليا والله الحمد تقريبا كل الرسامين الكاركتير عارفهم. حتى اللي علاقات يعني مع اللي بره الكويت. من بينهم الفنان الكبير عبدالي الصادق من قطر. وفنان سعودي حبيبي ايمن. واندي مثلا من فلسطين الفنان رمزي. ومن مصر فنان عبدالله والفنان سامير. يعني طبعا وايد وايد علاقات وممكن في مراسلات. ويمكن فعني هم في ما عرفت بعض الاشخاص. الشهر تسعة الفين واثناش اختاروني في برنامج زائر الدولي. السفارة الامريكية. اني اروح في برنامج البوليت كار كارتونس. فتعرفت معك على مجموعة فنانين منهم من امريكا نفسها ومن اكثر من دولة ومنهم العربي يعني. فكانت جدا يعني رحلة حلوة. وما زلت طبعا. والحين التواصل بين فنانين ترى سهل. الاول مع ذورين بالاول يعني يعني يشتري ما يندري شون يتواصل ويا. الان. بايبار ما يشنو. يعني الحين. وكل يوم يتابع عمالة ويتابع عمالي. فالحين لا ما فيها. ما كو حذر ان تقولين ما قدر اتابع وما قدر تواصل ويا. اه. في يتفك فترة اه في مصر. اه سووا اه اعمال مشتركة مصطفى حسين مع اه الكاتب. احمد رجب. ليش ما انت فكرت ان تشوف الكاتب اه تكملوا مع بعض. ما حسيت ما ما حسيت ان في دول ممكن اه ديو يجمعك مع اه كاتب. اه. ويت فترة حتى اه فادل هاشم مع فرزات اه اه في الوطن. احمد. احمد. والله انعرض علي وايد من 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 هذه الشغلات ان انا اكتب وانت ترسم. بس تلحم ما صارت يعني. ممكن كان في اختلافات او بعض الشغلات. ولكن في فكرة مؤخرا ان انا ان شاء الله اروح اسويها. اللي هي اسويها بس مو مع كاتب مع رسم. يعني مثلا اه رسمة تكون مشتركة بين اثنين وثلاثة يعني. مو ان شخص واحد. مزين انا بفهم شون اه رسمة واحدة او فكرة واحدة يرسمونها اثنين او ثلاثة. اه ما بي اسبق الاحداث. واحد يكمل يعني. اي لا هي اي مثلا ممكن على فرض يعني ان انا اشوف منه زميل اللي بيساعدني في هذا الشغل. اقول لها انت عليك ارسم كذا كذا وانا اصطمعك واحد بسلوبة. انا اكمل عليها مثلا. طبعا بنهاية الثانية هو اللي المفروض يضبط الفكرة كلها. وهذا فكرة موجودة يعني راح سويها. يعني قريبا. قريبا جدا ان شاء الله. اكيد اللي يشارك فيه اكثر من الشخص اكيد يكون اعمل ضغط. اكيد طبعا. يعني ما حتكون رسمة بسيطة. وعلى فكرة احيانا شو تصير انا شفت هذا العمل صار جدا مي بالامريكا. حطوا لوحة كبيرة شدي ما دي والله شم غاسها بس جدا كبيرة. كانت كان فيها اشهر فنانين امريكا. كل واحد يمسك الغلم ويرسم فيها. ويرسم فيها. بالاخير ترباعوها بنفس المكان بنفس اللحظة. كان عساس عمل خيرية وشغلة. فكان انتاج جدا راقيا. انا اعتقد ايضا جمعي الكويتية الشفافية هم سوت شي من هالنوع انه سوت نفس قاد بتسوي الموضوع يعني عن الفساد وما الفساد ودعت فنانين كتموجودوا يعني. اللي هي بلشوا من 2011 وبلشوا وانا كتويهم 2012. كانت لجنة اللي هي على اساس سموها لجنة كاركتير ضد الفساد. على اساس ينتجون كتاب وكانت هذا الفكرة طبعا انا طبعا 2013. جميلة. ما دعنا. 2012 وقعتوا اياهم الفكرة مو بس جميلة فوق الجميلة. لعنه ممكن يعني خذوا الكاركتير اللي هم هم الجرائد اليومية وطبعا ترى مجهود جدا كبير يعني. انا اشكرهم على هذا المجهود. انه يوميا اتابع شنو رسمات اليوم كنا حطها. وإحنا كلجنة نشوف ونقرر شنو نبي شنو ما نبي. وشون طلع الكتاب. طبعا الكتاب بالله الحمد طلع بصورة جدا جميلة ويعني الناس تقبلت الكتاب وحبتها يعني. وإن شاء الله بإذن الله احنا هم إن شاء الله 2013. بإذن الله هم كلموني إن شاء الله وهم إن شاء الله ما قصروا ياهما كن معاهم. على اساس نسوي كتاب اللي هو كاركتير ذو الفساد. 2013 بس اكو افكار هم يديدة راح اتراحها انا. على فكرة ام كان وقفت صالفة كتاب يدي فكرة تسويه. على اساس اني اخدم في كتاب كاركتير ذو الفساد. لانه انا بالنسبة لي هذا الاهم لأنه يشمل مجموعة كبيرة من فناني. صلاحة اه عمل فني وبنوصل الوقت له هدف كبير. هدف وايد كبير. طبعا اه انزين في شغلة. انزين. اه هل ممكن نكون كاركتير مضمون فقط للسخرية سواء إن يكون. يعني يكون بس الهدف ماله هو الابتسامة. اه مع انه لازم يكون في اه فكرة حق الموضوع. سواء اجتماعي او ثقافي او سياسي او. اه الفكرة السائدة عندنا هني. اه اللي دايما يقولوها. يقولوا ان رسم الكاركتير. انا طبعا اختلفوها وايد. حتى فناني اختلفوها في ان يقول لي. والله ان رسم الكاركتير عبارة عن فكرة بس. اه انا بالنسبة لي كرسام الكاركتير او حتى قبل لا ارسم الكاركتير. لما كنت يصبح الجرائد او الانترنت. مو بس الفكرة بتشدني. اه الرسمة نفسها. احيانا الرسمة تعجبني بس فكرة ما تعجبني. لكن الرسمة شدتني. فانا بالنسبة لي الكاركتير هو فن. اه حتى شكليا ومضمنيا. لازم انا اتقبله عشان اقضاه وعشان نضحك. اما اذا مثلا ايه واحد رسم مثلا رسمة هنقول. مو بذاك المستوى. وفكرة غوية لا. ما رح تكون بالنسبة لي يعني لها غيمة. لا. اما تكون شكلا ومضمونا وفكرة. هذا هو الفن. طبعا. انا بالنسبة لي. اه في شغلة في الغرب. رسمة الكاركتير. اه الانتقاد الاجتماعي. او على قضية معينة. ممكن يحل حكومة. او ان اه يحرك وزارات. او ممكن يخلي الحكومة تجتمع يعني تعالوا يسوي ضجة. شون احنا انت شون يعني اعتقد الواقع هذا مختلف عندنا. كعرب. صحي. نعم. باشر الصبح رح يكون كاركتير يديد. الناس رح تنسى. دائما ياخدون المبدأ هذا. هو مو بس الناس تنسى. الشخص نفسه ينسى. نفس الكلام هذا انا كلمت رسام كاركتير امريكي في هذه الغضية. فقال لي انا كرسام كاركتير دوري مو بس اني اسم كاركتير. يقول انا انتغد شخص يقول انا ترشلت الوايد ناس من من ناسبهم. يقول انتغد شخص واضل يعني في غضيته واتابع. هذا في ايدة ولد. بامريكي نفسه رسام كاركتير والله نسيت الاسم الجريدة. ولكن يقول لمن ينشال من ناسبها او يشوف يعني الحق وين ونطلع الحق منه. يعني ما نخلي. عندنا هنا مثلا في الكويت للاسف وحتى هذي وايد رسامي الكاركتير يقول لي مثلا انا يترشلت شخص قلت له انت في هذي الكاركتير انت ترا حرامي. مثلا شذي يقول انت حرامي. يقول لي شو المشكلة يعني حرامي جو المشكلة. وتروح السال فالاسف عندنا هني الكاركتير او مو بس الكاركتير يعني هني الناس مادري مادي شون او صلت الفكرة ولكن لعنا الكاركتير غوي والله. كاركتير ترا على فكرة ممكن اذا قاعد يزعلون على الصور اذا قاعد ينزل عليها التعليق. ما يعني انا ذكر في في سنة من السنوات نزل حق بس كان كان كاركتير لطيف كان حق الوزير السابق بدر الحميدي. لما كان مسكينة ثلاث وزارات فحطي لانه ما ذكر منه الرسام الكاركتير اللي كان حاط له انه شايل حقيبة تحت باطة وشايل ثنتين بايدة ويقول عندي مجال حق حق رابعة بعد. اه وفي واحد رسم اخذ له صورة من مجلس الامة كان حاط ايده على على فمه يعني بطريقة قص او شيء يمكن هو كان قصده شغلة اخرى كان بالكلام من ضمن الحوار مع الاشخاص اللي معه اه علقه وعليه كان هو وزير اعلام والاسكان وشاكوله ترى كلمة بعد ما في بيوت فازاي زعلون المشكلة. المفروض لا. معنى كان يكون لطيف يعني. المفروض لا. للأسف احنا هني عندنا احنا عندنا احنا عندنا لما تقولين كاركتير حسونك انه شي مرعب يعني. انه لا رعب يعني حتى ترى مبهت تحانه. تحانه قادمة حق الشخص. يفكرون انها تذي. وهي للاسف لا. هي ممكن ان الشخص هذا يكون غلطان بشغلة. مو يقولون قبل الشياب رفيجك ليعطيك اطراك. هذا رفيجك الكاركتير. يبا هو اللي يقولك انت قاعد تسوي. يعني انت اذا غلطان بتشوف الغلط بالكاركتير. يعني الرسامين الكاركتير عندنا هني بالكويت. ينتقد وزير. ينتقد مثلا مدير. بس ما ينتقد طبعا بهين لا. ولكن ينتقد الغلط اللي موجود. طبعا. فانت صلح الغلط بالعكس يعني ما فيها انا ما شوف فيها زعل. اذا هو مستفيد من الخطأ هذا. شو نصلح لك يا. والله هذي بعد مشكلة ثانية. يعني هذي ما يبي لها بس كاركتير يبي لها كتاب. كاركتير. فاحنا بالنسبة لنا كرسامين كاركتير احنا نحاول بقدر المستطاع. انه على الاقل اذا ما قدرنا نحل المشكلة ولكن نكشف المشكلة. يعني هذا الدور اللي كان اشوف المفروض ان احنا سوي. ونستمر ما نقص طبعا. وان شاء الله احنا يعني الحمد لله رب العالمين ان الحمد لله الوضاع قاعد تحسن. الناس قاعد تتقف. وماكو يوم من الايام ان واحد بيظل بالغلط بيظل بمكانة. لابد اي اليوم يعني بالحق بيطلع يعني. والله نتمنى. ان شاء الله. بس احنا نشوف التأثير الغربي اكثر. يعني هو اللي قاعد ياخذ فن كاركتير فيه بشكل اوضح. احنا احنا هذا. ابسط كلمة تنقال. من هو هذا؟ عشان يعني اتقد ان آ عن زمني بهالطريقة. انا وزير عشاء مثلا. ثلاثة او أوربع وزارات. هو كان. هو يعني كان بالنسبة للطبع الوزير السابق بدر الحميدي كان هو القصد. انه ثلاث وزارات وايد على بني آدم. فبالاخر مراحة يعني يعني يقدم الخدمات الكافية حق هالثلاث وزارات هو هذا كان النقد هو في ناس الحمد للعود بدر الحميدي يعني استقبل هذا الموضوع بس في ناس ثاني أبسط كلمة من هو هذا يرسمني ما يتقبل صح أو شي نظرية التحقير تجرحك مرات عادل صراحة بالنسبة لي لا عادي أتقبل من الناس شنو ما كان يعني وحتى على فكرة أنا أقول لهم اللي بالنسبة لي قلت لها بتسيبني سيبني بس خل تكون الكلمة إن الناس تتقبلها يعني أصلاح مسح يعني أنا طرح أتكرة ما أمسح ما حط البلوك يمكن عمري ما استخدمت هذه سالفة البلوك عمري ما استخدمت لا شغال البلوك أنا لا ما عندي مشكلة بالعكس أنا أستانسر من اللي ينتقدني ولكن أكو شي يسمي نقد بناء وحتى النقد اللي يكون مو بناء ترهم أخذه أقول ما عندي مشكلة على فرض مثلا مثلا من بين الانتغادات يقول لي أنت مثلا أنت سخيف يقول لي أنا بالعكس ما أخذها أن أقول لها بالعكس أنا هذا وجهة نظرك أحترمها وطبعا بالنسبة لك أنت لا تبي التابع يعني هذه أنا حاطة صفحة ما قلتك تابع أقصب يعني تابع تابع ما يجريتك مريلي قلت لك دع بالنسبة لأن النقد اللي قال أنت سخيف أنا مو مشكلة أخذها أفكر ليش أنا ممكن أكون سخيف مثلا مع أن أشوف ناس مثلا خانا أقول مثلا عندي ستين واحد ردين على الموضوع وعاجبهم يضحكون هل الغلط فيهم ولا فيك هالي شغلة هو يعتبر النفس المميز مجرد أن يرد عليك أنا أخذها أقول ما يخالف أفكر شنو ممكن أنا أطوب نفسي عشان أتجنب مثلا هذه الشغلات مع أنها هي شغلة ما تهم ولكن أنا أساس أحترم الكل وأحترم كل وجهة النظر أخذ كل الكلام وما عندي مشكلة وأتقبل كل الأراء شنو ما كانت ناغدش شنو ما كانت عادي عندي ويعرفون يعني الناس القراب مني يعرفين هذا الشيء يالك شخصية عامة أنت رسمتها أو انتقدت ويقالك منو أنت عشان تتحج عني أو ترسمني بهذا الطريقة والله أنا رسمت وائد بس لا الحم ما حتكلمني ما حد يقالك ظاهرنا متقبلين يمكن قريبا يعني الناس بعد ثقافتهم النقدية أو الحوارية شوف أنها قاعد تنزل مستوها وم بعد ترتفع للأسف أنا بالنسبة لي يمكن في شغلة في مواضيع ما أرسمها بوقت معين تكون النفوس مشحونة فأبتعد عنها لأن حتى الإنسان اللي مثلا اللي يكون مثلا مشحون راح أشوفها بنظرة ثانية يعني أنت مثلا عن انتقادات لما تصير مثلا مشكلة مشاكل وايد في مجلس الأم السالفة مش تعلم ما تتقلم بلا أتكلم ولكن أكون محايد ما أتكلم في ما أصف مع طرف معين حتى لو كنت مثلا مع طرف معين طبعا الغلط قلط أنا ما قلت لأ ولكن ما أنتقاد بشدة على أساس لا أزيد المشكلة لأن أنا بدوري أن بيصلح المشكلة ما بيأزيدها بس ممكن هم خسرا هم عرغم ما أنت كسبان هم خسرا الناس طبعا أكيد لازم تشذيب ولا تشذيب ما راح ترضيح ما راح ترضيح مستحيل وهذه عن تجربة أنا قلت من 2002 إلى اليوم لا بالمشاكل الاجتماعية ولا حتى الرياضية تعالي تكلمي عن فريق الفريق الثاني قام يقل حتى لما أنا تكلمت لما أنا في مواضيع مثلا في شغلات مثلا الخارجة عن مجتمعنا مثلا خنقول الجنس الثالث كنزال شي مثلا ممتعودين علي ولا هم موجود بس موجود موجود من أياه الجاهلية موجود طبعا بس أنه لما أي أنتقد نفسه الطرف هذا يعصب يسعل بس ما أنتقد الطرف الثاني يستانسه نفسه يقول ايه صراحة يعني مو لازم ترضي لأن رح تتعلم لا بي أرضي ولكن أقول شعني بشكل عام ما قلومي أنا وغلط أنا قلت شغلة وائد رسامين كاركتير كانوا يرسمون كلمتهم يقول أنا هديت كاركتير ما بي أرسم بسببت هالي شغلة أنه وائد فيها مشاكل 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 خلني أرسم شذي عادي أرسم أرسم كاركتير وانتقد لأن وإنه 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 يمكن ما يتغبل ولأسف وإنه كلمتهم أنه لازم تتغبل أنت كاركتير تنتغد لازم تتغبل حتى الفنان شكرا مو بس الرسم كيف سافة الأرنب معك دائما سافة الأرنب هذا كل سنية السؤال لم أخترت الأرنب يعني عبد الرضا كمال كان عند الفار أنت عندك الأرنب أكبر منه أكبر منه طبعا بشكل عام أنا أحب الأرنب أساسا لأن الأرنب كثر ما هو مشاغب ولكن بريء يعني شطانته مثل شطانته ولكن براء مثل العتوي العتوي صار شيطان العتوي بس هو مكس بين الفار وبين العتوي متين شوية وأذون الأرنب بشي حلو يعني شي ناعم ويحطونا بالبيت يتسانسون في فكرتها شونيات أذكر عمي بمحمد وخو الوالد وجهة تحية مرة قلت له عمي بخاطري حطني بالبيت أرانب ولكن ما بي ما يخلق هالسالفة بتربيئة مع تربيئة يعني ما عندي وقت أني يجاب الأرانب كنت حتى رايح بياس وقال حمام قاعد نطالع كذلك قالك إنه يبليك إرنب يعتمد على نفسه قال لأخذ ليش حطى بخاطرك قلت له صج شون حطى بخاطري وانا والله ما أنساه يعني رايح بيت يدي قلت له وقلت له تعالس لشي حطى بخاطري شانا قل أرسم لي أرنب هذا اللي خلاني يرسم أرنب وحطه في الرسومات وظليت مدة وما ربيت أرنب والله من قبل من بلا كان الوالد يعني الوالد عنده هواية تربية تحوانات وطيور كان في أرانب ولكن مو بالشكل لأنا كنت بي يعني يعني حرام بلا اهتمام يعني هوا أي مخلوق تريديني في لازل تعطيه اهتمام أو أنه تطلقه تطلق صراحة هو ياخذ من الأرض ولا تدش النار عليه ترى حتى الكاركتير يبي الاهتمام على الفكرة كيف يبي الاهتمام عشان يكون عندك نتيجة لأنه أنا أعطيت شغلة بالنسبة لرسامة كذا وائد انتقاتهم أنا فيها بالشغلة على طاري الاهتمام أنا بالنسبة لي الكاركتير هو مثل مولود أما كل يوم أي مولود يديد شي يديد يعني شخصية جديدة شي جديد موضوع جديد فرسامة الكاركتير اللي يرسم لي رسمة بالشهر مرة أو بالشهرين مرة أنا هذا أقوله لا أنت المفض ما تصلح رسام كاركتير رسام كاركتير لازم يكون نشط لأنه أنت الناس قاعد تمطر شنو الفكر شنو موجود ايه بس في ناس تعتبر أن هذا إسهاب لا بالعكس اندار للطاقة اليوم أطلع فكرة 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 وأطلع عفكار متشابهة بس أنه ممكن أطلع فكرة واحدة غير متشابهة مرة واحدة بالشهر أو مرة كسبوعين لا هذا يعني أنا أتأمل من هذا الرسام أني إذا أشوف يعني أنت الحين الأحداث اليومية اللي قاعد تصير الحين مثلا التلفزيونات الإذاعة وغيرها كل شوية قاعدت خبر عاجل ورا على طول خبر عاجل لأننا لا يعرفنا شنو الخبر العاجل فالمواضيع الآن زادت الناس صارت واعية الجرائم قاعد تطلع بنفس الوقت خبر عاجل إحنا كل نشرة زيادة احتمال زيادة يدرسون زيادة هذا قاعدين فرسام الكاركتير اللي مايتها بيع رح يكون بالنسبة يعني مثل هذه رسام الكاركتير سالفتها مثل سالفت بعض الجرائد اللي مثلا اليوم صار استجواب ومثلا وصار شي أغلب الوزير كمثال يعني الموضوع الجريدة بعثتها ومنزلتها قاعدتها صار استجواب قول فتا يام شخبارة مو مستفيد منك طبعا رسام الكاركتير لازم يكون يعني مثلا لما نحن نصير عيد وطني لا ترسم فيه العيد الوطني مثلا صار في كذا الموضوع نفسه شنو الفائدة من نرسم عيد لظحب بعد عيد لظحب ما يسيء فرسام الكاركتير اللي ما يكون نشط لا هذا شوية يعني ما ينفع يكون رسام الكاركتير يعني الجرائد اليومية ما قاعدت نزل بالسبوع مرة يمكن يوم واحد اي هو يوم اليوم ما ينزلوا مثلا يعني خلقوا مثلا فنان محمد ثلاث ما شاء الله يوميا ينزلوا وفكارة حلوة ويعني وكاركتير مشحون ما شاء الله يعني وجميل ويمكن يرسم رسمتين احيانا في اليوم نفسه الكاركتير لازم يكون إنسان يمارس الكاركتير مشت تكون وظيفة طبعا إذا يمارسه ويحبه صدقين يرسم كل يوم ما عنده مشكلة أنت تنطر الحدث ولا تسبقه طبالله أنا عندي حالتين أحيانا أستنتج الحدث على فرض نبترض أن الموضوع كان نتائج انتخابات أنا باتر ما ديش راح يصير بس تمن أرسم لازم أتوقع شنو راح يصير لانا لما الجريدة طبعا تنطبع بالليل أو تنطبع الصبح ممكن تنطبع ويتغير الحدث طبعا فأستنتج الحدث وحيانا بالنسبة حق الرسومات اللي حتها في الانترنت رسومتها اللي هي كانت سالفة الجريمة اللي صارت في واحدة من المجمعات لفن نيوز أنا رسومتها بنفس الخبر وانا قاعدة شو قاعدة أو اللي هو جدامي لأنا أثرت فيك طبعا أثرت فيني وفي كل كل كويت طبعا رسومت في هذا المقام وشخصية يسير في جريمة فرسومتها في في أول ووقت الحدث بالضبط والناس قاعدت تتداول الأخبار بس طبعا ما رسومتها بس تأكد كانت موجود في في بجمع ولا أجدراء هنا طبعا تخلي الناس التابع أكثر أنه شنو راح يقدم هذا الرسام أو الفنان أنا مثلا واحد من الناس أتابع وائد ناس لأن أدري يعني أو أحب أطالع شنو راح يقدم لي باتشرة حتى جريمة الابينيوز أذكر أكثر كتير تم تداول حال الناس هالأيام إنه واحد قاعد يغرق والناس قاعد تصوره طبعا هذا يمكن هنا أنا طبعا شفت الكاركتير هذا كان جميل كان جميل وحلو لأنه ما كان مثلا فيها استهزاء للموضوع أو شغلة لأنه فعلا الناس يمكن مشاعر نفس الحوادث اللي قاعد تصير بالشوارع فهني هذا حط الكاركتير في مكانة صحية للأسف في ناس في أغلب مثلا المواضيع اللي قاعد تصير ممكن يرسم كاركتير يستهزئ في شخص نفسه يعتقد لأن هذا كاركتير وهذا ليس كاركتير يعني أنا أتذكر واحد من الرساميين هو طبعا هو يقول لما يتكلم يقول أنا فنان يعتبر نفسه فنان وشين يقول يقول شجرة هو يقول شجرة المثمرة هذا بحثني الشجرة المثمرات مع أنه عادي يقول شجرة مثمرات ترمى حتى إبليس يعني يحدد أن أنت شجرة مثمرات طبعا الناس فهو يقول أن أنا يعتقد أن أنا شجرة مثمرات يعني إذا أنت شون حدد والناس تعتقد أنت فهذه شغلة غريبة صراحة أنا أضحك في ناس يتحج لما أشوف هم عادي يقام يتقبل مني أنا شجرة مثمرات يضحك يعني ينتقذ خلاص ما في إنسان يقول عن نفسه شجرة مثمرات يعني يعني فلازم أنت آخرين هما يقولون أن أنت شجرة مثمرات وموانا شجرة مثمرات يا الله يعني أنا أتمنى لك الاستمرار و الكثير من الجلد الله يسلم إن شاء الله المعارض قريب إن شاء الله مو بس أنا أنا ومعاي مجموعة من الفنانين إن شاء الله نلتقي فيكم إن شاء الله نشوف فن الكير كير يأخذ حقه في الكويتو والخريج إن شاء الله أشكرك على الحب شكرا كنتم مع الناقد تقبلوا تحيات أسرة البرنامج مي العيدان والمخرج في راس البن علي